تتواصل المعارك بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام والميليشيات الداعمة له في المدينة حرستة في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق وفي الوقت الذي تحول فيه قوات النظام فك الحصار عن المئات من قواتها المحاصرة داخل إدارة المركبات العسكرية وصد قوات المعارضة عن مواقع أخرى لا تقل عنها أهمية تتقدم قوات المعارضة في مسعى للسيطرة على مبان ومواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية في المنطقة قوات المعارضة واصلت تقدمها في حرستة وسيطرت على كراج الحجز قرب مبنى محافظة ريف دمشق الاستراتيجي الذي تصر على السيطرة عليه لما له من أهمية تفوق أهمية إدارة المركبات نظراً لارتفاعه الذي يسمح لقوات المعارضة بالسيطرة النارية على فرع الاستخبارات الجوية والحيلولة دون تقدم قوات النظام إلى داخل الغوطة الشرقية قوات النظام بدورها تبعت سياسة الأرض المحروقة في المنطقة التي تفصل مبنى المحافظة عن إدارة المركبات في محاولة لفك الحصار عنها كما نقلت هكالة رويترز عن سكان وشهود عيان أن قوات النظام تحشد ما وصفته بقوات النخبة استعداداً لهجوم كبير لكسر حصار المعارضة المسلحة لإدارة المركبات العسكرية ويضغط النظام على المعارضة السورية من خلال استهدافهم بالقصف المدفعي والجوي الذي أدى منذ بدء المعارك إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلاً عن الدمار الكبير الذي طال المنازل والمحال التجارية والمرافق العامة قرى وبلدات ريف محافظة إدلب كان لها موعد كذلك مع حملة قصف مكثف من قبل الطيران الحربي الروسي ومقاتلات النظام طالت الأطراف الشمالية الغربية لمدينة معارة النعمان والأطراف الغربية لمدينة سراقب وأطراف النيرب وجرجناز وحرش بينين وتل مرديخ ومعار شورين كما طال القصف الجوي والمدفعي مناطق في مدينة إريحة وبلدة أورمجوس في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب